موسيقى يا صباح الخير وصباح السعادة صباح الابتسامة صباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة والأمنيات الجميلة لكل مشاهدين الغليين في كل مكان حلقة جديدة وصباح جديد من صباح النور حلقة يوم الاثنين النهاردة 18 ديسمبر 20-23 يا رب يكون يوم جاي بكل الخير لحضراتكم جميعا صباح الفل يا سحي صباح الفل يا هبة صباح الفل وصباح الفل على كل مشاهدين ومتابعين من كل مكان في العالم يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة والعيد ميلاد لهم 18-12 كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب ابتدي ولا تبتدي ابتدي في ناس كده من طريقة معاملتهم تلاقي حد يقول لك بص الناس دي لا تنسيبهم ولا تشاركهم لا تنسيبهم ولا تشاركهم السؤال بالملخص وفي أسرع ما يمكن الصفة قلنا صفة واحدة بس ما تقوليش بقى 100 صفة وتكتب لي بقى مقالات هي صفة واحدة بس اكتبها لي على صفحتنا على الفيسبوك سيتي في ايجبت أو اتصل بينا قلنا الصفة واحدة تقول على الناس دول لا نسيبهم ولا شاركهم يعني مبعد عنهم ده البعد عنهم ايه؟ غنيمة فهي قلنا صفة واحدة في مجموع في الناس اللي انت ما تحبش لا تنسيبهم ولا تشاركهم انت قفلتها بالضب ومفتاح بتقول ما تكتبوا ليش مقالات فهي واحدة بس بس هي مش صفة طبعا هي تلاقي اختلاف من شخص للتاني كل واحدة صفة علاقة النسب قريبة جدا من علاقة الشراكة حد يقولي لا ده الشراكة احنا بنا وبين بعض بيزنس ما لهاش علاقة بالنسب الشراكة بتتفض النسب لبسه خلاص فدي أصعب يعني فهم محتاجة اللي اتنين صعبين فهمزا علاقة النسب وعلاقة الشراكة حتى الشراكة بتتفض بمشاكل كبيرة انت عارفة ليس صعبين يعني ليه النسب بيقارنوها بالشراكة ليه عشان دي علاقات قريبة وبتتعامل كل يوم شريكك عايز يعرف كل يوم انت بعت بكم وروح تفن وجيت منين واشتغلت كم ساعة وهو اشتغل كم ساعة ومين الموظف اللي انت بتحبه عشان يحاول يمشيه ومين يبدو مش عارف يعني هي كت تمام دي الشراكة تمام ودايما يختلفوا ويبوزوا الداني علاقة النسب برضو هي علاقة كده هي هم عايزين يعرف يدخلوا فيه خصوصيات خصوصياتك دخلك كم بتعمل ايه روح تفين اشتريت ايه بعتليه رجيت منين بتاع نسب بقى وكده فالنسب والشراكة هي في الاخر علاقة شراكة يعني النسب ما هي في الاخر شركة برضو فلكن بيبقى في صرفة كده في ناس يا عم يبعد عنهم لا تناسبهم ولا تشاركهم قال ليه الأصل قال ليه الأصل لا دي كلمة عامة لا دي مش كلمة عامة لا كلمة عامة عارفين قال ليه الأصل ولا تعد به ولا تلوم هو ده المثل ده معلق معاك ايو قوي 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 قال ليه للأصل أصل هو البني آدم كده بصي هقولك حاجة هو بيقولك ايه بيقولك تعرف فلين من اللي بيقولي بس الأمثال الكبار الكبار تعرف اه تعرف العايم اوكي طب ما حتى في حاجات ما تعرفش انت خدتها من ايه بنتورسها كلمة تلاقي باباك كان بيقولها وجدك كان بيقولها قصائلي للأصل مش انا مش عايز حد يقول قصائلي للأصل لأ فاني هقولك لأ فاني هقولك لأ بالنسباني مش عامة مش تسألني عن رأي بيقولك ايه ان انت تعرف فلين اه عشرته لا ما تعرفوش فحتى الصفات اللي احنا منتكلم عنها ما بتعرفهاش غير بمواقف فالمواقف لما بتبقى بين الناس فانت بتحكم تقول الناس دول ما ينفعش لان نسيبهم ابدا الراجل ده منفعش اشاركه ابدا هتحكم ازاي غلازم يبقى كان حصل مواقف انت خليتك حكمت عليه ولو بتسمع من بره هتقول لا ما عادي ممكن يكون هو بيقولك ان هم ناس كويسية انا ما عافش بقولوا عليهم كده ليه لكن لما الموقف يجي عندك انت تاخد القرار وتقول لا لا ينفع ناسيبهم ولا ينفع اشاركهم عش كده بقولك قليل الاصل اللي ما بيتمارش فيه حاجة الشخص اللي هو مهما صفة صعبة تعرفيها مهما عملت معي تلاقي الشخص ده يطلع عليك ما يعرفكش ما دي مش هتعرفيها قبل الشراكة أو قبل النسب اي فما زي دي دي عايز علاقة نسب أو شراكة عشان تعرفي بعد كده هو الاصل صح ولا لا لا يعني لا انا بقولك حاجة تعرفيها زي يعني اقول اقول مثلا اقول زي ايه زي مثلا واحد رايح ينسب ناس تمام فهو مع اول قعدة او التانية او التالتة اتضح ان هم حياتهم كلها عبارة عن كنب بيجذبوا بس تمام حتى الشقة اللي هم عادين فيها دي مقجرينها عشان مجرد يقابلوا فيها الزيبون يبقى منظر بس يبقى منظر تمام لكن هي مش هي دي اللي هم أصلا عايشين فيها كانوا من أسبوعين فاتوا وما بيقولوش كده لا ده مش ما بيقولوش كده ده هم بيجذبوا بيقولوه العمارة كلها بتاعتهم تمام بيقولو ده العمارة بتاعتنا دي كلها بتاعتنا واحنا بنتنا لما دخلناها الجامعة الأمريكية وهي وانخلتش أصلا ما عدتش من جنبها أصلا ما تعرفش هي فين أساسا تمام فكدب في كدب في كدب في كدب واصلوا باباها قبل ما يطلع على المعاش كان وصل لدرجة وكيل وزارة معيني باباها كان موظف صغير جدا 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 في الوزارة اللي هما بيقولوا عليها دي ومش عيب أنه يبقى موظف صغير يعني عادي ده معظم الناس كان موظفين صغيرين فكرة الكدب فده الكدب لا إبعت واحد تخيلي اكتشفت أنه عايزة تشاركي حد في مشروع تخيلي أنت لو شاركت واحد كدب يتبق قصة كبيرة جدا ولو نسبت حد كدب الكدب مثلا من الحاجات أنا في حاجات كتيرة جدا بس أنا مش عايز أقول عشان الناس تقول يمكن من كام يوم قلنا أن موضوع الفلوس مش هي لتخليك تحكم ده تربية شبع ولا تربية جوع مالهاش علاقة بالفلوس كتيرة أو قليلة فيه ناس كتير ممكن تبقى إمكانياتها على قدها وناس تشمي ظهر إيدها تشبع زي ما تقول والعكس وفيه ناس معاها فلوس وربنا ما تديها والناس نفوسها صفية ونظيفة فهي مش مقياس فأنا بشوف برضو من الحاجات ده اللي هو تربية الجوع بس جوع النفس ربنا اديله هيفضل بصص لك في اللي في إيدك رغم أنه مثلا شركة في حاجة واحدة بس لكن هو بيستكتر عليك الحاجة اللي في إيدك طول الوقت مش بصص للخير اللي ربنا بيدولك بصص لك ده ما ينفعش أنك أنت تشاركه عمره ما هيقول الحمد لله على اللي في إيده وعمره ما هيقتنع أن مجودكو مع بعض هو اللي بانى الحاجة دي طول الوقت بينس بالفضل لنفسه والتعب وطلعك أنت ولا حاجة ده اللي أنت قلتيه تربية الشبع أنا كنت سمعت قصة من قدسة البابا أنا شفتها على اليوتيوب يعني ما عرفش سيدنا قالها إمتى فكان بيحكي أنه هو يعني يعني في التعامل مع حد يعني شغال شغلنا بسيطة جدا لدرجة من سيدنا قال مش عايزة أقول إيه هي لأنها شغلنا بسيطة ويمكن ما فيش حد فينا بشتغال يعني متخيلة دي ممكن تعودي تروحي بأحلامك إيه هي ممكن تكون شغلنا بسيطة جدا وهو سيدنا مش عايز يقولها عشان يعني يعني ما يقللش أكتر من كده بس واضح أن الراجل شغال شغلنا بسيطة جدا 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 وعنده بنات عشان عنده يمكن قال عنده أربع بنات خمس بنات أنا مش فاكر يعني تمام فهو ترجمها أو سيدنا ترجم أن ده يعني أكيد يعني غلابة والدنيا الحال ميل وبناته بتاع تلاقيهم يعني على قدهم قوي طلعت أن فيه بنت في كل الطب وبنت في كل تهندسة وبنت ومتعلمين تعليم كويس جدا ولما كبروا البنات دول سيدنا شافهم بيقول أن هما كان عندهم نفس فكرة التواضع رغم أن هما بقوا بعد كده مراكز كويسة فبصد دي بقى تربية دي بقى ده مثال عمل التربية الشغل ويقعد يحكي على الأيام البتاعة بداياته وعمره ما يكسف منها أنت متخيلة لما بابا الكنيسة يعلق معها قصة زي كده دي بقى قصة بتحكي حاجات كتيرة جدا يعني إن هي لا علاقة لها دعوة لا بالفلوسة لا بالماديات ولا بالمكانة الاجتماعية لكن دي ناس شبعانة شبعانة إيه شبعانة النفس شبعانة نفوسهم شبعانة فيبقى هما أصلا مش بس الشبعانين ده هما عندهم يفيدوا به على الناس نحن حاولنا نفتح معاكم مثلا نسحق إيه للكدب ما ينفعش لا تناسبوا ولا أن أنت تشاركوا تربية الجوع الناس الجعانة من جواها قبل ما يبقى جوع فلوس هو جوع النفوس الشخص السلبي الشخص السلبي ده شخصية صعبة جدا اللي ينفع برضه تشاركوا ولا تناسبوا محبط محبط جدا طول الوقت أنت عمال تشده عشان تطلع لفوق وهو بيشدك عشان ينزل لتحت وهو مقتنع أنه بيعمل كل اللي عليه يعني المشكلة أنه هو مش مدرك هو بيعمل إيه لأ ده هو مقتنع أنه بالعكس هو بيعمل كل اللي عليه ودايما حسس أنه ربنا هيجيب لي وربنا هيعمل لي وربنا هيعودني وربنا هيدي لي هو ما بيعملش حاجة أصلا بالعكس ده اللي أنت بتعمله هو بيقلل منك فعمرك ما تطلع خطوة واحدة لقدام والشخص ده ما بيقبلش لهم يعني ودي برضه مشكلة أكبر الشخص السلبي ده أنا أعرفه إزاي ده أكيد بيبان بالعشرة برضه ولا يبان من أولها بيبان صدقني أقول لك حاجة حتى لو الدنيا وقعت في أن إحنا بدو أو مثلا علاقة نسب بخطوبة أو من قبل ما يوصلوا للخطوبة الاحتكاك بتاع المواقف بتاعت التجهيز والاتفاقات والكلام وقعدة في اتنين في بيبان هي بتظهر بس إحنا مشكلة بناتباضة الشخص السلبي دايماً بيبقى مسالم جدا أوه صح عندك صح؟ يعني لو قلت له على حاجة يقولك طيب أنا ما عنديش مشكلة بس بس هي القصة قصة إمكانيات وأنا مش في إمكانيات مسالم لدرجة أنه يوصل لك إحساس بيخدعك أنه هو مدي لك مساحتك من الحرية يبقى بقدرك أنك تعمل اللي أنت عايزه أنك تختار أنه قد إيه بيحترم رأيك هو في الحقيقة هو سلبية منه أنه هو رامي عندك أنت القرار ورامي عندك الاختيار ورامي عندك كل حاجة بس في الآخر لو طلعت حاجة غلط هو سلبي بس هيلومك أيه طبعاً يعني في الآخر هيلوم ولو إحنا فاتحين حاجة مع بعض مثلاً حاجة باب رزق ولا حاجة مثلاً عايزين نكبره تلاقي دايماً يميل جداً لفكرة طب ما هو يعني ما إحنا كويسين كده وليه وعشان إيه ونطور ليه ومش عارف إفعاله لا وبص الدنيا وبص الغلاء والأسعار والدنيا رايحة والأسعار مش عارف إيه طب ما إحنا نشكر ربنا على لإحنا مدهن فحتى بيلخبط الأوراق ببعض يلخبط الشكر والقناعة بأنك أنت تكون إنسان طموح وده مالوش علاقة بدا أنت طول الوقت بتسعى وربنا هو اللي بيكمل سعيك ويدي لك النجاح فالسلبي لا ينفع تشاركه ولا ينفع أن أنت تناسبه يعني بس عارف سداني في حاجات كده لو جمعتها تندرج قلنا الكذاب قلنا السلبي برضو عشان لو حد لسه فاتح مين الشخص اللي لا تناسبه ولا تشارك الصفة اللي أنت شاهدها الصفة اللي فيه صفة واحدة بس تقول لنا صفة واحدة بس أنا قلت الشخص الكذاب هي بقى قلت الشخص السلبي نشوف صفة ثالثة أنا حسيت لما كنت بقول لك قلة الأصل تعرف في حاجات من اللي احنا عملين نقولها لو جمعتهم على بعض هتطلع في الآخر هتطلع قلة ليه بقى لأن قلة الأصل أصلا يعني صفة عامة شاملة فهمها زي يطلع فيه أنه هو خاين يطلع فيه أنه هو كذاب بيطلع فيه أنه هو لا ما بيتمارش فيه حاجة يعني ينسى لك أي معروف أنت عملت وأي حاجة كويسة أنت عملتها وإفت جنبه فيها طول الوقت مهما عملت أنا هقول صفة حد من زمين نقالها بس أنا برضو مقتنع بيها جدا البخيل صح الشخص البخيل أنا رأيه ده لا تنسبه ولا تشاركه ليه بقى الشخص البخيل مش الشخص اللي بيقول مش هقدر أعمل عشان معندوش لا ده هو عنده وبيقول لك مش هعمل تمام أنت مثلا لو أنت العريس مثلا والعروس هجيب قد النوم هو عايز أنا أسف يجيب لك أسوأ وأرض قد النوم في الكون كله مش عشان هو مش معاه اللي مش معاه ده هنعمل إيه قريبا بجيب علاقات إمكانياته يحترم ولما بيجي حد يحترم طبعا أنا مش معاه أجيب غير كده بعمل بجيب أحسن حاجة في حدود إمكانياتي لا بالعكس لا بتكلم مع شخص اللي مش بخيل بس إمكانياته على قدها بيجيب أكتر من إمكانياته ويداين أحسن حاجة تمام مش هيجيب أحسن حاجة محدش بيجيب أحسن حاجة باللوجه يتنظر باللوجه يتنظر هجيب أكتر من إمكانيات لكن البخيل مكوّمهم في البنك المستخصر في بنته مثلا طاقمي مش عارف إيه مستخصر في إيه مستخصر في إيه هو مثلا العريس نفسه بخيل تمام بخيل مش بقول معهوش لكن بخيل وهو معي يجيب لها قد كده عشر مرات لكن ما يجيبش يخاف الفلوس تخلص لهو كمان حياته تخلص تمام فالبخيل ده أنا مقتنع به جدا ده في الشراكة يبوز الشركة لما أولاده يكبره يعني لما يتجوز وولاده يكبره هو بيبقى بخيل بخيل في كل حاجة هتلاقوه بخيل حتى عليهم في مشاعره طبع ومخيل في المواقف اللي ممكن يقفلها جنب أولاد بخيل على امراته وعلى أولاده ولما بنته عنده بنت شخص البخيل وهتتجوز معاه امكانيات يجهز بنته ويشرفها كده ويجيب لها أحسن حاجة تلاقيه بيدور على اللي يشيل الشيلة من غير ما هو يكلفه يعني مش عايز مش عايز يدفع مش فكرة أنا ما عنديش بالعكس ده الأب أو الأم بيتدينه ويجيبه ويعمله وده قرد وده يجيب إيه وعمل إيه عشان خاطر أظهر بأحسن صورة وفرح بنتي ويجيب لها أحسن حاجة البخيل لا مش كده قالص فعندك حق البخيل يبقى احنا قلنا ثلاث صفات لا تنسبهم ولا تشاركهم قلنا أكتر يعني قلنا الكذاب الشخص السلبي الشخص البخيل لا تنسبهم ولا تشاركهم ونقول ألوه كريستين صباح الفل صباح الفل صباح الفل أهلا أهلا أنا حبيت أصبح عليكم صباح الفل عليك أنا حديثي من يعني أشياء كده يعني فيه ملحوظة صغيرة كده البناء دم الكتاب اي عازي لك البناء دم الكتاب ده ده بيبقى مرض اي يعني فكر أن الكتب ده أنا هو بياخده حير فاللي حولها بيصدقوني فأنا أعتماد لا الكتب ده على فكر حاجة مش بيصدى مرض في الشخص الكتاب ده خلاص هم أخد على كده موكتمع اللي حولي كلهم بيصدقوا خلاص فأنا أخدت على كده صح يعني فإحنا إحنا بنقول إيه الكتاب الكتاب المنافق السلبي الثلاثة واحد نبعد بعيد عنهم بيبان من طريقته من كلامه لأ أنت قلت إيه معي يا كريستين قلت الكتاب وإيه المنافق والسلبي والمنافق والسلبي الثلاثة واحد والسلبي أي المنافق جاية من الكد ده بيبقى شخص لطيف في النسا أي أول ما ينفعش من كل الأحوال ما ينفعش لأتشاب طيب ولا تنهزل صدقني يا عمي أنت أحسن واحد أنا قابلته في حياتي أي وهو منافق وإنت أجمل واحدة شفتها في حياتي من الضبط كنت أعرفني منافق في كلامه كباب شخص لطيف يا كريستين أنا حبة أن أنا شانكك أنا حبة مش حفقة لا كباب ده معروف أي هم فكريني الكد ده حارفة أو ذكاء أو شطارة لا هو مش شطارة صح هو أنت هتتكشف بعد كده لأن كده ماليش رجلين كده ولا كده هتتكشف لا هجيله وقته هتكشف كل الحاجات الصفات اللي هنقولها هجيلها وقته هتتكشف بس عشان اللي فكر نفسه شط شكرا لك يا كريستين المشكلة أن الناس اللي بتعمل كده بيبقوا فاكرين أو مصدقين نفسهم أن هم يعني كويسين جدا أنصح ناس أن هم أنصح ناس ومع الوقت يعني الشخص الكذاب من كتر ما بيجدب بيصدق الكدب اللي هو بيجدبها وصدقوني بيجي وقت بيتعامل مع الكدب اللي هو كدب ده لأنه هو حقيقة يعني هو حتى بين وبين نفسه بيصدق نفسه مثلا أنه مظلوم وبيبقى ويلوم على الناس ويلوم على ربنا وعايز أن أنت تقول ما تقوله أنت صدقت نفسك ما أنت اللي كدب الكدب دي فالكدب ده شخص صعب جدا مش موقف خلاه يجدب لا نشوفه أستاذ مكاري يا أستاذ مكاري أهلا بيك يا أستاذ حق صباح الورد صباح الفل صباح الفل يا أستاذ هبة يا صباح الفل يا أستاذ كارم أهلا بيك أنا بقول لكم الشخص الطماع الطماع برافو عليك برافو عليك صح حلو قوي دي بعدين في نقطة كمان عايز أقولها اي الشخص تعرفه ممكن 30 سنة عشان تعرفه على حياته صح برافو عليك طب الشخص الطماع بتشوف يعني في النسب ممكن يبوز الدنيا ازاي وفي الشغل أو في الشراكة ممكن يبوز الدنيا ازاي في الشراكة بيأتبر نفسه وهو على حق صح يقول لك أنا اللي بعمل أنا اللي بسوي أنا اللي بعمل والحاجات دي من مبقودي صح واللي حواليه ما لهمش لازمه تمام وفي النسب طيب وفي النسب برضي النسب بتقول هو مشكلة الأكبر اي صح يعني نسب هو طبعا حواليه اه حيزقه لحاجتك دنت المسؤول دنت اللي تحضيريك اه في توزيع ورثة في بتاع ايه تلاقي طماع يبوز يقلب العائلات على بعض شكرا لحد شكرا 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 سوز مكاري طماع حل لتحسب لتنسبه ولا تشاركه يا بنت انت ماضيها امثال بقولك بقولك مش ده سؤالك لتنسبه ولا تشاركه بقولك لأ فكرتك عاملها مثل يعني لأ بقولك الطماع فعلا لا تنسبه ولا تشاركه احنا كده وصلنا لكم حاجة اقوليها اربعة تقريبا اه اربعة واحد قلنا الكذاب الكذاب والسلبي والبخيل والبخيل والطماع اربعة حلو يلا ماريان اه شوفي يا ماريان صباح الفل صباح النوري يا أستاذ عامل ايه صباح الفل عليك بك صباح الفل عليك احب اتكلم عن الناس اللي بتقولك من بره هلا هلا ومن جوه ايه لامالله ايو ازاي بها دي الناس دي بتاعت مصلحتها بعد تاخد الحاجة بتاعتها انت قبل ما تاخدها انت حبيبي جاي انت وحشني طب ممكن تجيب لي الحاجة كده 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 وبعد ما تخلص لها طلبة او الحاجة بتاعتها خلاص ما يعرفكش صح يعني نقدر نقول المستغلة ماريان صح المستغلة بس المنطق يقول لك ده مصلحته كل واحد من مصلحته تاعته كده وخلاص يبقى بيستغلك لمصلحته وبعد كده ما يعرفكش اه خلاص ما ينعليه بقى ان هو تعب لك لا ما يفقش معه سعبك ما يفقش معه العشرة كده اللس الدوران حاجات كتيرة كده صح عندك حبيب شكرا شكرا لحضرتك شكرا لك تكر الخبيث ممكن يندرك تحت الكذاب بتعرفه الدوران الخبيث ده برضو من الحاجات اللي هي ما تقدرش تمسكيها يعني شخص خبيث ما شخص ما تعرفش هو بيفكر في ايه او بيدبر ايه على فكرة يعني انا بتخيل استخيل ان انت تبقى عايش مع شخص كده هو خبيث سادون ده حاجة متعبة جدا يعني ما تحسش بالراحة ما تحسش بالسلام ايو شخص انت قادر تطمن وتغمض عينة كنت عارف ان انت يعني شخص الخبيث ده ازاي ممكن تحط راسك على المخدة وتنام وانت مش عارف اللي جنبك ده بيفكر في ايه او بيدبر ايه او بيخطط ايه او ليه مش طريح او ليه مش بيقول شخص صعب صعب عايز اقول على حاجة دايما انا بحب بقولها يعني ان ما فيش حد فينا خالي من العيوب تمام يعني ما فيش حد فينا خالي من العيوب يعني مثلا انا عشان بس من بوصل علاقات يعني بس احنا بنقول مثلا الشخص الكذاب شخص لا تناسبه ولا تشاركه بس شخص يعني في علاقة او في شراكة كدب مرة مش معنى كده ان هو شخص كذاب ما تقول ليش بقى في ناس او او هو كدب مثلا على شريكه في الشغل او شريك حياته في العلاقة عشان هو خايف يزعله فكدب حتة كده صغيرة لكن تعدي فما فيش حد فينا مية مية يعني اي حد فيكم او اي حد اولا لو انا في يوم افتكرت نفس ان انا ميت فل واربعتاشر يبقى انا ولا ميت فل واربعتاشر ولا حاجة معايا في قصة دي ايو احنا مش بنحكم بموقف يعني ما تقدرش نتقول ان ده طبع اصيل في الشخص ان هو كدب من موقف لا بس هو ما يقوله عليه ايه معجون بمية كدب يعني مثلا ممكن واحدة خطبها يسيب الشغل فما يقولهاش فهي تكلمه تقوله انت فان يقولها انا في الشغل هو كدب عليها الكدب دي وهو غلط وغلط كبير جدا 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 بس لما تقعد معايا يقولك انا خايف يعني يعني مكسوفة لا وخايف اقلقها انا لسه فيه عندي مقابلة تانية لشغل تاني بس كدب مستني استقر بس وحط رجلي يقولها انا مشيت من دلد عنده سبب مقنع ما كانت قصده لكن فيه واحد يقولك لو قالك لو قالك شمال يعني لو قالك يمين تمشي شمال وانتي مقمئن مقلب انا بقبض يدوب ده هو القرش اللي انا بقبض هو بياخد مثلا عشرة لا ما جاليش حاجة لا 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 فيه ناس في مصر بعد ما جزها يتوفى طبعا احنا عارفين طبعا ان غالبا الزوج بيتوفى الاول يعني ستات عمراته يا ستات ربنا يجيكوا الصحة والعمر عشان يخطوا تعينوا على عمر الستات فبعد ما جزها يتوفى تعرف يعيني ان هو كان عنده رصيد في البنك ومرتبك مش هو المرتب اللي كان بيقوله لها خالص وكذا 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 مع ان هو كان معيشها حياتها كلها في مرار تمام يعني دي مش ممكن ابدا يجي لها حاجة في مشاعرها هتقول ايه الله يرحمه ده كان راجل طيب ده كان كوي يعني هجي لها منين قلب كل كلمتين وفي الاخر اهله يزعلوا لو قالت كلمة وكده ولا كده ما قالتش الله يرحمه ليه ده كان جوزك طب والعمل وده كان ايه بس عايزة اقولكو على حاجة ببقى اني منتكلم على النسب يعني انا عندي تعودي من غير جواز ولا ان انت تتجاوزي واحد في صفة من الصفات اللي صعب ان انت تتعايشي معيها لمجرد بس ان انت تبقى تجاوزتي او ان الوقت جي او ان يقولك القطر اصلي ما يعدي القطر يبقى يجي قطر تاني بعد ولا ما جاش خالص اناعود على المحطة كده بكرمتي احسن ما انا اتجاوز واحد سواء شكاك ولا كذاب ولا طماع ولا 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 وفي الاخر اعود ابكي على عمري بقي عمري حرام ان انا اعمل كده ليه ممكن يا هيبة بس قبل ما تبكي على عمرك عندنا لا مش ابكي على عمري ان شاء الله ما نبكيش على عمرنا خالص يديكم كل حلو يا رب انا اتصل يلا مين بقى استاذ عماد استاذ عماد يا استاذ عماد الاستاذ عماد اهلا بيك اكيد ده بيسمعنا من التلفزيون مش من التلفزيون فمش عارف يسمعنا نداء الى الاستاذ عماد نداء انساني الاسم الاستاذ عماد برجاء استاذ عماد بنشمعنا احاول اتكلمنا تاني يلا بيك تبتدي ولا بتدي مش يلا بتدي شوفت انا كويسة معك ازاي لا ده انت على طول يا سلام مورة متحت بتقول سواء الخير عاوز اعيد على بنتي مريم متحت عيد ميلادها النهاردة تمت خمس سنين كل سنة وهي طيبة وبالف خير الاستر عبدالوهايب تصبح علينا اللي مهما شبعة جعانة لانها طمعة وجعانة من داخلها لانها شبعة من بعد جوع ربنا معيك على فكرة المقصود بشبعة من بعد جوع مش حد كان فقير وبقى معي لا هو زي ما قلنا وانا حكيت القصة لا لا قدست البابا اللي هو فيه ناس بتبقى مش معاها بس هي حاسة بشبعة والشبعة ده شعور مش كم فلوس يعني الشبعة هو شعور داخلي مش كم فلوس يعني فيه واحد يعني بقى معاها فلوس قليلة بس هو حاسس انه هو انسان غني وفيه واحد معا ملايين الدنيا كلها وتلاقيه مكتئب لان غيره معا مليارات هو معا ميت مليون بس ازعلان عشان غيره معا المليار فهو حاسس طول الوقت انه هو مكتئب شبعة من بعد جوع اللي هو ينسى اصله وفصله يتباهى بحاجة ما كانتش عنده يتكبر ويستندل مع الناس ممكن اللي هم وقفوا جنبه وسندوا لغات لما بقى حاجة طيب برضو سريعا كده عشان الوقت والسوس جميل بيقول صباح الخير الشخص الشكاك الاناني الشخص مش مريح فيما لمحه وربنا يسترها علينا مش باخد اي بموضوع الملامح ده عشان ساعد بنوحكم على حد الشكل اول ما نتعامل معاه نلاقيه حد كان طيب جدا سوهير رزق صباح الفل انا في رأيي الانسان اللي يفرش لك الارض طحينة وهو مقدرش يعمل حاجة ويغرقك يعني مش صريح يفرش يعمل لك البحر طحين فيه في وحبة بتقول اللي بيهزر وهو بيتنمر انه هو بيتحك يعني متنمر اه بس دي صفة مش لطيفة دي ممكن تتعدل بالمناسب يعني انا لو اخدت موقف وقلت له انا محبش الهزار ده فاضلك انت كده بتترق علي لو عملت كده تاني مش هتعامل معك خالص بيبطل لان ده مش مش صفة جواه دي هي يعني حاجة هو بيتصنعها يعني دم وخفيف لان احنا عندنا في مصر الناس كتيرة برضو بتحاول تهزر وهو ما بتعرفش الهزار ده موهبة على فكرة يعني الهزار دي برضو في حد ذاته موهبة تقلب معا بالغلاسة وتقول دم ويزعل الناس منه وبعد كده فينا صبح بتصبح علينا كل سنة طيبين برافو عليك انا كنت عايز اقول الشكاك دي ونساته الشخص الشكاك لا ينفع في علاقة جواز ولا ينفع في علاقة شراكة لو قال له احنا كسبنا مليون جنيه هيشك انهم كانوا مليون خمسين ومليون مية يقول لك ده اكيد حط فلوس في جيبه لو قال له احنا قصرنا يشك فيه طبعا في الجواز هي قالت له انا في الكوفير يقول لك لا ده اكيد راح يتقابل حد شخص الشكاك ده ده اول ما اول ما يظهر منه بوادر بص تحط يعني طرف الجلاباء بقك وتجري صح بالعكس لو لابس جلاباي هتقلب بمشاكل كتير جدا ونفقد تشوف بقى في موبايلات بعض وفي شنط بعض وهتبقى لا ولو في شراكة لو في شراكة لو في شراكة بيشكوا ببعض مثلا يعمل يشغل ده عنده يعني خلي ده يجيب له تفاصيل ده وده يجيب له ونخلص ام مينا بتقول انا بنتي رصبت في مدف سنوية عامة ورحت ما قلتش قدام حد وبعد كده الكتبة تكشفت وقررت ان انا مجدبش تاني ابدا في اي حاجة برافو عليك جانتة غبريال بتقول الشخص اللي لايمكن تناسبه ولا تتعامل معاه البخيل بيكون بخيل فلوس ومشاعر المنافق اللي بينقل الكلام ويوقع الناس في بعضها الانتهازي والمتسلق وبتاع مصلحة بص تعال ناخد اكتر من حاجة تيتا يوسف بتقول النرجسي النرجسي ده اللي هو حاسس نفسه ياما هنا ما هناك وهو منفوخ على الفاض نادي شمشون الطماء طبعا قلناها ام مينا هي بقالت ام مينا طيب برضو رامي مجدي بيقول الشخص النرجسي عادل نزيه كمان لا دا بيهزر بقى بص ممكن تاخدها مش بيهزار بس يعني كلنا بنحب الانسان المهندم يعني المهندم في نفسه وشكله ونضافته الشخصية ده بيبقى مهم في الجواز وفي الشغل انا في الشارقة هيفيدني بيستحم ولا مستحميش هو كاتب كده اخد كلمة بيستحمي أو بيستحميش على الاهتمام بالمظهر مش لازم يعني بالمعنى الحرفي يعني ولا انت اخدها حرفي ما بيهزرها هو شخص عادل بيهزرها طيب خلص مش تمام طيب دي كانت فقرتنا الاولى شكرا لمشاركتكم وبنعتذر لو احنا في تليفونات ما قدرناش نرد عليها أو تعليقات كمان تعليقاتكم كلها حلوة وجميلة وإحنا يعني بنحاول ننبه بعض لو شفت الحاجات دي بلاش ابعد بلاش ابعد طبعا من شخص الطماع الشخص النرجس الشخص الكذاب الشخص الهبقالت على الشخص السلبي حاجات كده لأ يعني تاخدها يعني لو ليت بالصفات دي قدامك لأجري سواء في شراكة أو في في جواز أو شراكة هي جوازة شراكة برضو جوازة ولا شراكة المهمة تبقى مرتاح البال والضمير وبعد عني الناس دي كلها وصباحكم زي الفل نخرج معكم نشوف آية اليوم نرجع نكمل حلقه بسم الله والابن وروح الكدس الإله الواحد أمين الآية من الآيات الجميلة قوي في الكتاب المقدس من رسالة قديس بولوس الرسول لكنيسة روميا إصحاح 8 آية 28 الآية بتقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هما دعوون حسب قصده الآية دي جاي في سياق إصحاح كله ألم لأن بولوس الرسول في بداية الإصحاح بيقول أنه نعلم أن الخليقة كلها تأن وأن ألم هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا فيفاجئنا أنه وسط الألم والوجع والديء اللي هو حاسس به واللي كل المؤمنين بيحسوا به بيقول نحن نعلم عندنا يقين أن كل الأشياء تعمل معا للخير ودي علامة استفهم كبيرة هو فين الخير في وسط الألم فين الخير في الديئة اللي أنا ممكن أكون أعيش فيه فين الخير في المرض المفاجئ اللي ممكن يغير طموحي وغير خطة حياتي لكن هو عارف أن دالي الخير بصحة إضافة للذين يحبون الله الذين هما دعوون حسب قصده عشان نجاوب الأسئلة الصعبة إيه الخير في الظروف اللي احنا ممكن نكون بنمر بيها لو إحنا مش شايفينها خير لازم نكمل يعني إيه يحبون الله وما تدعوون حسب قصده الآية اللي بعدها على طول بتقول الذين سبق فعيانهم ليكونوا مشابهين صورة ابن أعتاري قصد ربنا من دعوته ولينا أن احنا نكون شبه الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح وبالتالي مفهوم الخير هو كل حدث بيضغط علينا في اتجاه أن احنا نبقى شبه ربنا يسوع المسيح ليه اشتياء قلبه أنه ياخدنا كلنا كأولاد ليه في حضنه في السم وبالتالي يبقى الخير هو خلص نفسنا هو أننا أقضي الأبدية سعيدة في حضن ربنا يسوع المسيح وعلشان ده يتحقق آية في الآية بنص صريح يكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كسرين وعشان أكون شبه المسيح لازم أفهم أن كل غرض الله من دعوته لي أنه يدخني السم ومن هنا أنا أفهم كلمة الخير أحنا عادة بنفهم الخير على حسب قياسنا البشري ممكن يكون الفلوس راحة المعيشة الصحة بس نسأل شوية أسئلة كده ونحطها في أمثلة لو سألت عن واحد زي الشاب الغني معه فلوس كتير وربنا يسوع المسيح قال أنه كان زي أموال كثيرة قابل ربنا يسوع المسيح وجهاً لوجه كم واحد فينا بيشتاء أنه يتقابل مع المسيح وجهاً لوجه بس الغريب أن الإنجلي يقول بعد لقاءه مع المسيح أنه مضى حزيناً وده سؤال هو في حد يقابل المسيح ويمشي من قدامه هو حزين الكتاب قال سبب الحزن أنه كان زي أموال كثيرة لو رجعت النهار ده أسأل سؤال هو المال اللي كان مع هذا الشاب الغني كان خير ولا شر المال ده عطاله على أنه يعرف المسيح بمقياسنا البشري هقول خير عنده فلوس كتير لكن بالمقياس الكتابي لا كان شر لأنه خلاه ما يتعرفش على المسيح وخلاه يفقد فرصته في الأبدية وفي التمطع أنه يكون تلميز للمسيح نموذج تاني عكس ده في مسأل تاني الصحة كلنا بنشوف أن الصحة خيات عندنا شخص تولد أعمى وقعد فترة من عمره لغاية ما بلغ السن 30 أو 40 سنة أعمى بعد الفترة الصعبة دي اللي هو نفسه ربما كان بيسأل لأننا تولد أعمى ليه ما كنش صحيح زي بقيت أقراني أو شبابي أو جيراني اللي في سني حتى التلاميذ نفسهم كان صعبان عليهم وبيسألوا السيد المسيح مين أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى هم شايفين أنه تكون تولد أعمى دعقاب لي على خطيئة هو أو أبواه ارتكبوها الرجل ده بعد ما قابل السيد المسيح والمسيح شفاه بسهولة شديدة جدا المسيح بيقول له أتؤمن بإذن الله من هو يا سيد لأؤمن به سجد وآمن وأعلن إيمانه بربنا يا سوع المسيح لو أنا سألت المولود أعمى ده النهاردة يأترى العمى كان بالنسبة لك خير ولا شر اللي كان هو فكر وشر كان هو السبب اللي بي اتعرف على المسيح وبقى واحد من تلاميذ المسيح وهو النهاردة موجود في السماء بيتمتع بالأبدية يبقى الصحة بالنسبة للراجل ده أو عدم الصحة بالنسبة للراجل ده لأ كان خير لأنه وصله لشخص ربنا يا سوع المسيح يريد نتعلم أن مقيسنا تكون مقيس الكتاب مش مقيسنا الشخصية الخير هو كل حدث وكل الأحداث بتشتغل مع بعض علشان توصلنا لخلاص نفسنا وتشكلنا أن احنا نبقى مشابهين صورة ابنه ربنا يا سوع المسيح عشان نتمتع بالحياة الأبداية في حضنه لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبداية أمين اشتركوا في القناة